أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصلنا إلى موضوع من معاجزها عليها التنام لا يخفى على كل مسلم يتشهد الشهادتين ويقر بالإسلام وبنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وبالتالي يقر بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام اللي هي أصل من أصول الدين كالنبوة بدونها لا يوجد إسلام حقيقي فلا يوجد امرء يعتقد بالنبي حق الاعتقاد ويعتقد بما قال النبي وما أمر به النبي وما أوصى به النبي لا تجده ينكر فضل فاطمة وقدر فاطمة وما كانت فاطمة التي نزل القرآن في بيان فضلها وأدل دليل وخير شاهد ماذا؟ سورة الكوثر الله سبحانه وتعالى يمن على نبيه بماذا؟ إنا أعطيناك الكوثر أعطيناك فاطمة ماذا؟ إذن عطاء فاطمة عطاء إلهي فاطمة شخصية استثنائية بحيث الله يمن على نبيه ماذا؟ بفاطمة الشون تعرف هاي المنة والعطاء عظيم؟ مثل قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ جعل فيهم رسولا منهم مضمون الآية شوف من الله على المؤمنين بشنه رسول الله أعظم الوجود سيد الخلق فكذلك من على رسوله بأن أعطاه سيدة نساء العالمين سيدة الوجود بل ثالث أفضل شخصية في الوجود بعد أبيها وبعلها صلوات الله عليهم وآلهم أجمعين هكذا فهناك كتاب جليل للسيد هاشمر البحراني رضوان الله عليه اسمه كتاب مدينة المعاجز و كتاب ذلك للسيد كتاب ينابي علم المعاجز جمع فيه وصول المعجزات يذكر في هذين الكتابين الجليلي القدر معاجز النبي ومعاجز فاطمة الزهراء ومعاجز الأئمة الاثنين عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فالآن سماحة السيد محمد الشيراجي الله يرحمه ذكر ثلاث معجزات عادة هذه المعجزات مشهورة ومعروفة وهذه الروايات يرددها الخطباء وكذلك العلماء على المنابر فأول يقول ليس من سيرة أهل البيت عليهم السلام الاعتماد على المعاجز والخوارق دائما في حياتهم الشخصية والاجتماعية نعم في بعض الأحيان ولغرض هداية الناس وإظهار حقيتهم في دعواهم كان يقدض الأمر أن يبينوا للناس كرامتهم على الله وصدقهم ومقاماتهم الرفيعة وذلك عبر المعاجز بإذن الله تعالى وفي سيرة كل معصوم من المعصومين عليهم السلام هناك معجموعة كبيرة من الكرامات والمعاجز التي تشد تشد أواصر المحبة وتقول معتقدات بهم ومن أشهر المعجزات لأهل البيت عليهم السلام وأوضحها ومروية عند العامة والخاصة رد الشمس لأمير المؤمنين كما هو معروف ومسطر في الكتب من معجزات أمير المؤمنين وغيرها العديد من المعجزات قلبت الكتب في تصطير معجزات أمير المؤمنين وكأما معجزات الزهراء فقد واردت مجموعة منها في كتب العامة بالصحاح المعتبره وردت روايات في معجزات زهراء سلام الله عليها منها رواية عائشة روايات عن عائشة تروي في فضل فاطمة ومن المعاجز التي ظهرت من السيدة الزهراء عليها السلام هي هذه الرواية عن أبي سعيد الخضري قال أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قطيفة منسوجة بالذهب قطيفة يعني مثل الرداء شنسمي حباية أو قمصة أو قبوط طويلية شي يعني كساء قطيفة هكذا أهداها له ملك الحبش ملك الحبش دز فتكساء فتعباية فتكذا شبيهة بالعباية هي مو عباية يعني رداء يلقى على الجسم خارج يعني منسوج بالذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا أعطيها رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يعني شوف أمير الموت رسول الله صلى الله عليه وآله من أول أيام رسالته ودعوته إلى آخر يوم آخر يوم بالتحديد آخر يوم بالدقة 23 سنة يبين فضل أهل بيته ويبين فضل أمير المؤمنين على وجه الخصوص وإمامته ومع ذلك جحته ومع ذلك كفروا ومع ذلك ارتدوا ومع ذلك فيهم المنافقين في حصره وبعده ارتدوا جميعا إلا من عصم الله جيد شوف تكرار أكثر من مرة مو بخيبر فقط عندما قال أعطينا الرأي غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كذلك هنا وهذه الرواية موجودة صحيح مسلم إذا ما تفن ذاك فمد أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أعناقهم إليها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أين علي عليه السلام ليش ما اضطر رائل أبو بكر كتوال ليش ما اضطاه العمر ليش ما اضطاه العثمان لأن هذه الصفة الصفة يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لم توجد إلا ماذا في علي يطار قال عمار ابن ياصر فلما سمع ذلك وثبت حتى أتيت علي عليه السلام فأخبرته فجاء فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله القطيف إليه فقال أنت لها أي القطيف لك فخارج بها إلى سوق المدينة فنقضها يعني سلكا سلكا يعني شنو قطحها قطع قطع فقسمها في المهاجرين والأنصار ثم رجع عليه السلام إلى منزله وما معه من هذه نار يعني كأنه مثل الخيوط قطحها خيط خيطين هذا خيط ذهب إلى وزن إلى قيمة فلما كان من غد كان من غد يعني يجي اليوم الثاني استقبله رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا أبي الحسن أخذت أمس ثلاثة آلاف مثقال من ذهب فإنا والمهاجرون والأنصار نتغذى غدا عندك يعني أنا والمهاجرين والأنصار يعني يعني مو نفر ونفرين مجموعة كبيرة لأنه البارحة خبت ثلاثة آلاف مثقال ذهب فقال علي عليه السلام نعم يا رسول الله فلما كان الغد أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله في المهاجرين والأنصار حتى قرعوا الباب فخرج إليهم وقد عرق من الحياء يعني قاموا يصب حياء يصب عرق عفوا مستحى منهم ما عند أكل لهم رجع فارغ اليدين ما عند فلوس لأنه كان أمير المؤمنين وكذا أهل البيت صلى الله عليه مجمعين كانوا ماذا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ها قصة سورة الدهر جوعانين وما ماكلين من الصبح للليل شيلون الأكل ويطول الفقرة شيلون الأكل ويطول المسكين شيلوا أكل ويطول اليتيم وللأسير وثلاث يام ما توجوع يقضيها بس على الميت صايمين لا فطور ولا سحور هي يؤثرون الناس وهكذا الناس تعاملوا مع أهل البيت إذن أي جناعة يرتكبوها الناس اللي يستحقون العقوبة الكبيرة عند الله خصوصا هؤلاء أو أولئك الصحابة الخوان اللعناء اللي فعلوا ما فعلوا من خذل فاطمة الزهراء وخذل أمير المؤمنين عليهم السلام بل خذل جميع أهل البيت حتى الحسن حتى الحسين نصره أبي عبد الله الحسين روحي في داع من راد يطلع إلى العراق طلعت الصحابة وياه كل هاي مو كان موجودين صحابة صح لو لا لو كل واحد تحجج بحجة لو ضموا روحهم بالبيوت بحجة مفسرين القرآن وتراجمة وحي وروات وقراء وكذا وهم خذلوا الإمام الحسين واخذل من خذله لعن الله أمة خذلتكم تيجب هكذا بل شنو خرجوا ونصحون الحسين لا تخرج هكذا شوف حتى نعرف حتى نميز يعني منصير عميان ومنصير مقلد ومنصير يعني نمشي على العميان طريق الحق واضح الروايات واضحة في هذا الجانب لا إفراط ولا تفريط فقال فخارج إليهم وقد عرق من الحياة لأنه ليس في منزله قليل ولا كثير فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله ودخل المهاجرون والأنصار حتى جلسوا ودخل علي وفاظم عليهم السلام فإذا هم بجفنة مملوءة فريدا عليها عراق يفور منها ريح المسك الأزفر العراق هو هكذا لغتا عظم أخذ منه اللحم وبقي عليه لحوم رقيقة طيبة يعني بيه لحم رقيق طيب يعني جيد من اللحم عظمي بيها جيد من اللحم هكذا هاي اللحم هاي اللحم أو هاي الجفن الصينية تشبيرة عليها أكل طيب كذا رايح طيبة فضرب عليهم عليه السلام بيده عليها فلم يقدر على حملها يعني هو دخل أمير المؤمن على فاطمة وجد عندها هذه الجفن أو الجفن فلم يقدر فضرب عليهم عليه السلام بيده عليها إيشاله بيده فلم يقدر على حملها شوف كالثقيل فعاونته فاطمة عليها السلام على حملها حتى أخرجها فوضعها بين يدي رسول الله فدقل صلى الله عليه وآله على فاطمة فقال أي بني أنا لك هذا قالت يا أبتي هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء لغير حساب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله والحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى رأيت في ابنتي ما رأى زكريا في مريم ابنة عمران هكذا أمام مرأة المهاجرين والأنصار ومع ذلك فعلوا بطاطمة ما فعلوا وخذلوها وتركوها حزينة طاكية العين مقروبة بل منعوها من البكاء وآذوها شد الأذية وليس فقط أبو بكر والعمر لعنة الله عليهما من آذها لا بل الجميع بالاستثناء إلا من الرحم المعجزة الثانية الرواية الثانية روية أن سلمان قال كانت فاطمة عليه السلام جالسة قدماها رحة تطحن بها الشعير وعلى عمود الرحة دم سائل والحسين في ناحية الدار جالسة قدامها رحة تطحن بها الشعير تطحن شعير وعلى عمود الرحة اللي تطحن بها دم سائل من يديها والحسين عليه السلام في ناحية الدار يبكي طفل صغير فقلت يا بنت رسول الله دبرة كفاكي كفاكي دبرة كفاكي أي قرحة تقرحات صار عدها وصفو الدم وهذه فضة يعني خادمتي موجودة ليش متكل فيها بهذا العمل فقالت أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله أن تكون الخدمة لها يوما ولي يوما فكان أمس يوم خدمتها اليوم أنا خدمتها قال سلمان إني مولى أتاقه ما أنت أطحن الشعير أو أسقط لك الحسين عليه السلام فقالت أنا بتسكيته أرفق وأنت تطحن الشعير فطحنت فتبين للصحابة أنه ليس له مال الرجال من ذكر هكذا فهذا كان للي براءته فإذا أنا بالإقامة يعني سمعت إقامة الصلاة فمضيت وصليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلما فرغت قلت لعلي ما رأيت فبكى قتلي اللي صار فبتش أمير المؤمن وخرج خرج من عندي ثم عاد يبتسم فسأله عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله قال تخلت على فاطمة عليه السلام وهي مستلقية لقصاها نائمة على ظهرها والحسين نائم على صدرها شوف قد تعبانة متمدد بالقاع سلام الله عليها وبنها على صدرها وقدامها الرحة تدور من غير يات فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا علي أما علمت أن لله ملائكة سيارة في الأرض يخدمون محمدا وآل محمد إلى أن تقوم الساعة رواية عن أنس قال سألني الحجاج من يوسف أي الثقة في الملعون عن حديث عائشة لعنة الله عليها وحديث القدرة التي رأت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وهي تحركها بيدها قلت نعم أصلح الله الأمير موجودة هذه الرواية دخلت عائش على فاطمة عليه السلام وهي تعمل للحسن والحسين عليهم السلام حريرة بدقيق ولبن وشحم في قدر تطبخ لهم والقدر والقدر على النار يغلي شف يغلي وفاطمة صلى الله عليه تحرك ما في القدر بأصبعها والقدر على النار يبقبق نعرف نحن معنا اليبقبق أي صوت القدر بغليان الماء اللي يبقب داخله فخرجت عائشة فزعة مذعورة حتى دخلت على أبيها لأن ملحدة عائشة كافرة ما تعتقد لا بأ الله ولا بالنبي ما تعتقد بنت نبي وكذا وإلها مقام وكذا وإلا ما تصرفها كذا تصرفات خلننظر بحياة أم سلمة حياة مارية حياة غير بعض زوجات النبي الطاهرات الطيبات نجد ما عايش تصرفات أده أبد عائشة لا تؤمن بأ الله ولا بالنبي تتظاهر بذلك منافقة فخرجت عائشة فزع مذعورة حتى دخلت على أبيها أبي بكر فقالت يا أبا إني رأيت من فاطمة الزهراء عليها التلام أمرا عجيبا رأيتها وهي تعمل في القدر والقدر على النار يغلي وهي تحرك ما في القدر بيدها فقال لها يا بني يكتمي فإن هذا أمر عظيم لوم منافق ها هو ما يؤمن بأله وبرسوله يقول لها اكتمي هذه الفضيلة فقال لها فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله فصعد المنبر وحمد الله أثناء وصلت القصة للرسول الله ثم قال إن الناس يستعظمون ويستكثرون ما رأوا من القدر والنار تعريض بأبو بكر عائش والذي بعثني بالرسالة واستفاني بالنبوة شوف يحلف هذا دلالة على الإنكار وإلا لا معنى للحلف يحلف لأن هناك منكرين فيحلف كي يؤكد الكلام شوف يخلون النبي الصادق الأمين اللي الجاهلية المشركين يعتقدون بصدقة دول المنافقين يخلوه يحلف وهما يصدقون والذي بعثني بالرسالة واستفاني بالنبوة لقد حرم الله تعالى النار على لحم فاطمة عليه السلام ودمها وشعرها وعصبها وفطمة من النار ذريتها وشيعتها إن من نسل فاطمة عليه السلام من تطيعه النار والشمس والقمر والنجوم والجبال وتضرب الجن بين يديه بالسيف وتوافي إليه الأنبياء عليه السلام بعهودها وتسلم إليه الأرض كنوزها وتنزل عليه من السماء بركات ما فيها هذا إمام زماننا صاحب الزمان عليه السلام ابن فاطمة الويل لمن شك في فضلها في فضل فاطمة الويل وادم أو دية جهنم ويل للمصلين لعن الله من يبغض بعلها شوف بغض أمير المؤمنين لا يحبك إلا مؤمن ولم يرض لعن الله من يبغض بعلها ولم يرض بإمامة ولدها يعني لعن الله من لم يرض بإمامة أولاد فاطمة إن لفاطمة عليه السلام يوم القيامة موقفا موقف مشرف للشفاعة والشكوى من ظالميها ولشيعتها موقفا كذلك وإن فاطمة عليه السلام تدعى فتلبي وتشفع فتشفع فتشفع على رغم كل رغم فاطمة تطلب الشفاعة من الله فيعطيها الشفاعة تطلب أن تسمع ظلامتها وأن تشتكي وأن تخرج ما كان في صدرها من علم وتوجع من القوم فالله سبحانه وتعالى يسمح لها وتنتقم ممن ظلمها وكذلك تشفع لشيعتها ومحبيها جعلنا الله من شيعتها ومحبيها وأنصارها وخدامها بفضل الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين